ليدكم سعيدة قبل أي شيء وقبل ما أقول أي كلام كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة بدء صوم الميلاد المجيد النهاردة أول يوم في الصيام بركة الصيام تشملنا جميعاً وتشمل بلدنا وأهلها ونسها والحقيقة صوم الميلاد صوم المستحيلات بتمنى من كل قلبي كل شخص فينا يشعر أن على قلبه أو في عقله مستحيل ما مش قادر يتخطى أو مش قادر يوصله أن ببركة الصوم وبقوة الصلاة قوة الإيمان يقدر يتخطى أو يصل للمستحيل ده وكل حد فينا حاسس إن فيه جبل مش قادر يزيحه ببركة الصيام وبقوة الصلاة وقوة الإيمان يقدر ينقل هذا الجبل وبتمنى من كل قلبي لكل واحد فينا أننا كلنا نعيش حياة الصيام صيام العقل والقلب واللسان ما يكونش صيام بالنسبة لنا الاعتياد ما يخص الطعام الامتناع عن الشرب والأكل الطعام الأكل بالزيت لكن يكون صيام ممارسة حياة كاملة نقية كلها أيام قليلة وهيبتدي شهر كياك الجميل بتسبيحه السمائية الشهر المريمي وهنستمتع مع حضراتكم فيه بتمنى من كل ألب بأنه بركة الصيام تشمل بلدنا وأهلها وناسها وكل سنة وحضراتكم طيبين كنت أحبة في مقدمة الحلقة النهاردة أني أكلم حضراتكم في أمر كلمتكم فيه قبل كده وبكلمكم وهكلمكم فيه على طول وهو الشرف الدولة المصرية قد إيه مصر دولة شريفة هذا الشرف المتوارس عبر الأجيال اللي وقر فيه قلب وعقل وضمير الدولة المصرية الشرف اللي بيخلي مصر لما بتتدخل فيه مشكلة أو أزمة أو أمر يخص أي دولة أخرى بتتدخل بشكل بعيد تماما عن أي مطمح أو أي مطمع أو أي مصلحة والمصلحة الوحيدة بتكون مصلحة الشعب اللي بتتدخل من أجله هذا الشرف المغلف دايما بالكرامة وبالنبل والمغلف دايما بالشهامة وبالمروءة وبالعطاء عشان كده شفنا الجهود المصرية في الهدنة اللي حصلت ما بين إسرائيل وفلسطين شفنا الدور المصري في هذه الهدنة من أجل إخواتنا في غزة من أجل وقف سفك الدماء وشفنا الجهود المصرية في علاج المصابين اللي كانوا بيجوا من غزة المصابين والجرحة والمرضى والأطفال المبتسرين وشفنا الجهود المصرية في دخول المساعدات وشفنا الغياز والوقود والطعام والمياه النظيفة وهي بتدخل لأهالينا وناسنا في غزة والحقيقة أن مصر ورئيسها بيريدوا الحياة لهذا الشعب هذا الشعب اللي بيعيش الموت كل يوم بيريدوا له أنه يعيش بكرامة بيريدوا له الحياة الكريمة عايزين له وطن قائم على العدل اللي بنبحث عنه في هذا العالم وعشان كده شفنا قد إيه الإشادات الدولية بالدور المصري في هذا الأمر شفنا رئيس وزراء بلجيكا رئيس وزراء أسبانيا رئيس وزراء هولندا رئيس وزراء إنجلترا وهم بيتحدثوا عن الدور المصري وبشكره السيد الرئيس شفنا وزير ألمانيا وزير خارجية ألمانيا وزير خارجية سولفانيا والبرتغال شفنا الاتحاد الأوروبي شفنا تايلند شفنا الأمم المتحدة وهي بتتحدث عن الدور المصري وشفنا أيضا بايدن وهو بيشكر السيد الرئيس السيسي بالاسم على الجهود الخاصة بتحقيق الهدنة ما بين إسرائيل وحماس والحقيقة هذا هو الجزء المعتاد اللي دايماً بنشوفه عن الشرف المصري والدور المصري الغير هادف لأي مطمح أو مطمع واحنا بنتابع المؤتمر الصحفي اللي كان في رفح لسفير بلجيكا أو سفير أسبانيا الواحد مر بخياله ما يحدث في سيناء الآن هي دي سيناء هي دي سيناء اللي بيحصل فيها المؤتمرات الصحفية دي ومن فترة كان فيها مؤتمر صحفي لأمين الأمم المتحدة هي دي سيناء اللي بالعالم بيتحدث من خلالها عن كيفية حدوث استقرار في الشرق الأوسط لو كنا فكرنا في دا من سنوات قليلة وقت ما كان الإرهاب بيغتال سيناء ما كناش هنصدق لما كان الإرهاب بياكل في سيناء ودلوقتي أصبحت سيناء بتمر بمرحلة من التنمية الغير مسبوقة اللي خلتها مطمع كبير لكثيرين والحقيقة لما الواحد بيسترجع هي دي سيناء هي دي سيناء البقعة الغالية على قلب مصر هي دي قلب مصر النابض ومطمع كل الغذاء على مر التاريخ هي دي سيناء اللي مذكورة في التاريخ من قبل ما يكون في تاريخ من يمكن مئة ألف سنة قبل الميلاد وفي دلائل تشير على أن المصر القديم عاش في سيناء وربطها بحضارة وادي النيل من ثلاث تلاف سنة قبل الميلاد الحديث في الأصار الموجودة عن دور المصر القديم في البحث عننا حياس والفيروز والزبرجد من ثلاث تلاف سنة قبل الميلاد أيام نارمر والحديث عن هذه الأصار الموجودة في سيناء الملك سامر خط اللي قدر أن هو يحارب القبائل اللي كانت بتغير على سيناء وسجل انتصاراته بصرطه على صخور موجودة في بعض المناطق في سيناء زوسر اللي سمي بفاتح سيناء طريق الحرب الشهير اللي هو طريق حورس أقدم وأول طريق حرب اسمه طريق حورس بعد انتصار مصر على الهكسوس سيناء اللي كلم فيها الله موسى اللي كانت مدخل العائلة المقدسة للهروب إلى مصر والالتجاء لها والاحتماء بيها سيناء المعبر الحضارات اللي ما بين الحضارة المصرية حضارة ودي النيل وحضارة دجلة والفراط وحضارة الشام الربطة ما بين أسيا وأفريقيا سيناء اللي 30% من سواحل مصر فيها سيناء سياسيا وجغرافيا واقتصاديا ودينيا مطمع ومرت بكتير وعلشان ده مر عليها كتير على مر العصور بقى أصر وسطة وعصر حديثة وأيام محمد علي وأيام الحرب العالمية الأولى مرورا بقى لحد ما وصلنا الأطمع إسرائيل فيها واستلاءها عليها في 67 وتحرير الأرض في 73 والوصول إلى استلام الأرض كاملة بمفاوضات السلام ثم طابة بالتحكيم الدولي لما نفكر في كل دا ويمر علينا شريط كده وإحنا بنتفرج على اللي بيحصل دلوقتي نقول إنه غلاوة سيناء من غلاوة هذه الرحلة عشان كده هي خط أحمر وده الشقة التاني من شرف الدولة المصرية الذي لا يتجزأ عبر التاريخ إنه أي زر التراب أو زر ترمل من أرض مصرية هي تساوي كل الدم ومصر لا تفرت أبدا في أي بقع من أراضيها وده برضو جزء من شرف الدولة المصرية فخورة إني مصرية وفخورة بشرف هذه الدولة العريقة الشريفة النبيلة وحقيقي ليس أمر سهل إطلاقا أن تكون الدولة الشريفة ولكنه أمر يستحق عندنا إنه هاردة إحنا النهاردة أنا كنت كلمت حضراتكم الأسبوع اللي فات في فقرة صورة وتعليق عن شريم بوليس الفتاة المصرية الجميلة اللي بتعالج بالفن أصحاب الهمم وقدرت حق إنجازات في ده حسيت إنه مهم زي ما تكلمنا عنها الأسبوع اللي فات إن إحنا نتكلم معاها ونشوف تجربتها ونشوف إزاي نقدر نساعد أولادنا سواء إذا كانوا من أصحاب الهمم أو لأ بالعلاج بالفن وإزاي ده بيغير فصلكهم وبيطور في حياتهم هتكون معانا عبر تقنية زوم أو ماسنجر لأنها من الإسكندرية الحقيقة مش من القاهرة أما الفقرة التانية فهي فقرة شديدة الإنسانية والحقيقة لما يعني نقول عن الإنسانية كفاية نقول كلمة الاحتضان قد إيه بتساوي الإنسانية الاحتضان هو المسمى الإنساني لفكرة إنه يكون طفل بلا أسرة يعيش مع أسرة تحتضنه وتربيه لما الإعداد اتكلم معايا وقال لي بما إننا في شهر نوفمبر نعمل فقرة عن الاحتضان الصورة الزهنية المباشرة اللي نطت قدامي هي صورة ضفتنة النهاردة لأنها تساوي النموذج الأمثل الناجح المتقلق لفكرة الاحتضان ولما الحقيقة كلمتها لم تتوانى إطلاقا رغم ظروفها الصعبة لأنها بتشوف دايما إن حداثة عن الاحتضان أمر واجب حتمي عليها نفسها إن كل الناس تقدر تفهم ده وتقدر تتعامل معه والمجتمع يقدر يقيسه بمقياس صح ويحتضن الناس اللي بتقوم بعملية الاحتضان والطفل المحتضن بكل محبة دفتنا النهارة ده هي دكتورة أسماء يحيى الطاهر أستاذ النقد الدراما بقسم علوم المسرح جمعت حلوان أسماء يحيى الطاهر عبد الله ابنة أروائي الكبير يحيى الطاهر عبد الله اللي في عمر الخامس سنوات حضرت حدثة وفاة ولدها وطم احتضانها من أصدقاء المقربين المخرجة الكبيرة عطياط الأبنودي والشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وظلت في كنف السيدة عطياط الأبنودي حتى بعد طلقها من عبد الرحمن الأبنودي وكانت لها الأم بالاختيار وكانت هي الأبنة تجربة سرية جدا أصمرت عن هذه السيدة الناجحة المتقلقة في عالم الفن والثقافة هتكون دفتنا إن شاء الله في ستوديو مساء الخير